لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالبدائع تأسست اللجنة في عام 1421 للهجرة وتسعى إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة لمجتمع البدائع وطرح برامج تدريبية تخدم المجتمع في مجالات الصحة العامة والتقنية واللغة الإنجليزية وذلك لرفع الوعي الاجتماعي والثقافي بين أفراد المحافظة حيث تستهدف كافة شرائح المجتمع من رجال ونساء وبرائم وصغار كما تحوي اللجنة مركزا وعيادة طبية لمكافحة التدخين ساهم في ترك الكثيرين لعادة التدخين بالإضافة إلى مجموعة من المراكز النسائية المتخصصة بالتدريب وتطوير الذات لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة البدائع عسست عام 1421 تقوم بأهداف اللجنة تقدم خدمات اجتماعية مستدامة للمجتمع تخدم اللجنة جميع المراكز والقراء التابعة للمحافظة تقدم خدمات لجميع شرائح المجتمع رجال ونساء صغار وكبار براعم قامت اللجنة هذا العام عام 1425 بتنفيذ 25 برنامج قدمت لمختلف شرائح المجتمع وصرف عليها مبالغ من الحكومة كدام حكومي ومبالغ من الجهد الذاتي اللجنة فيها ثلاث أقسام القسم النسائي فيه معه التدريب القسم الثاني مركز حياتي لمكافحة التدخين الثالث القسم الرجالي ويكون فيه تدريب وتعليم اللغة الإنجليزية إلى جانب بعض البرامج التي يقدمها سنويا نشكر كل من دعم لهذا التوجه وكذلك نشكر أشؤون الاجتماعية وعلى رأسها معالي وزير أشؤون الاجتماعية والسلام عليكم مركز مكافحة التدخين مسمى مركز حيات لمكافحة التدخين هو تابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدائع الافتتاح عام 1435 في شهر محرم ولله الحمد للمنه بعدما كان يراودنا فكرة قبل ثلاث سنوات أمبرى المهندس علي بن حسين الصغير جزاها الله خيراً لهذا المشروع الجبارة الحقيقة بدأنا بداية الحقيقة في وجود مدير المركز ودكتور وكذلك مسؤول فني والاستقبال ومسؤول إعلامي انطلقنا ولله الحمد والمنه في أول ثلاث شهور كان العدد فوق 45 مراجعاً المسمى يكون مراجعاً لهذا المركز في سبعة أشهر تقريباً المقلعين 19 مقلعاً ولله الحمد يتم التواصل معهم في عبر التواصل الاجتماعي ولله الحمد والمنه تواصلنا في الزيارات وهو المستهدفون من المدارس وكذلك الكليات وتابع لبرامج محافظة البداء من المخيمات وكذلك البرامج فعدد المراجعين فوق المائة مراجع والمقلعين والله الحمد والمنه تجاوزوا الثلاثين